السهل الخير و أهلا وسهلا من كل الأهلوية اللي بيبدأ حلقة النهاردة من السادسة في بداية حلقة حياتي لكم وما يعني مع اللحظات الأولى لموجهات النهاردة بدأت مرحلة ضرب النار كل الحقيقة النهاردة رفع شعار لا تراجع ولا استسلام صحيح لسه في دور المجموعات لكن المطشين اللعوانين دايما بتبقى الحسابات في الزهنية وفي العقلية بالورع والقلم فيه فرصة دايما للتعويد لكن النهاردة خلاص ما فيش فرصة اللي هيوصل هيوصل والي هيروح هيروح نهاردة الحقيقة يمكن عندنا مواجهتين في المجموعة الأولى بين قطر البلد المضيف اللي خلاص يعني خرجت فعليا من كاس العالم في مواجهة هولندا واحد من الفرقة المرشحة الفرقة القوية يعني وبتبحث عن يعني الخروج المشرف زي ما بيقول يعني التعبير يعني فكرة انها تحاول تعمل اي حاجة في مشاركتها نقولها في كاس العالم بعد ما خاصلت اول لقائين وفي نفس التوقيت مواجهة نارية نارية بكل ما تحملوا الكلمة من معاني لانه عندنا فرقتين بيبحثوا عن فرصة للتأهل السنغال في مواجهة الاكوادور فرقتين اللي حقيقة قدموا اوراق اعتمادهم بشكل كبير جدا الاكوادور واحدة من الفرق اللي فجأت الحقيقة الناس كلها ما كانش حد متوقع انها تظهر بالشكل ده لكنها بدأت بشكل جيد جدا امام قطر ثم تعادل مع هولندا خفز على فرصتها والنهاردة مكسب السنغال يوصلها داريكلي مع هولندا المطشين لغاية الوقتي لصالح هولندا ولصالح السنغال بالليل عندنا مواجهات رياضية بنكهة سياسية طبعا ايران في مواجهة الامتحدة الامريكية وكمان انجلترا في مواجهة ويز لكن الـ 72 ساعة الاخيرة يمكن ان احنا مقابلناكمش في السادسة في اليومين الاخرينين كانوا يعني ولا اروع بالنسبة للكورة العربية وكورة الافريقية المغرب امام بلجيكا قدمت عرض اكتر من راعة وقدرت تكسب بلجيكا بنتيجة 2-0 وكسبتنا الرهان لان انا من الاول خالص مراهن على السعودية ومراهن على المغرب ومراهن على السنغال من محطنا العربي والافريقي بالتلاتة الحقيقة ما خزنوناش قدموا عروض في منتهى القوة وما زال التلاتة عندهم فرص كبيرة جدا للوصول لدور الـ 16 غانا بالنسبة لي كانت مفاجئة وخصوصا في مباراتها الاخيرة مبارات البرتغال اللي بشوف انها تزربت فيها تحكمية يعني بس خلاص اللي حصل حصل خسرت في مبارات برتغال 3-2 لكن رجعت وصححت اوضحها وبين شخصية المنتخب البلاك ستارز او النجوم السوداء قدام منتخب كوريا وحصلوا على اول 3 نقاط في مجموعاتهم وفرصتهم كويسة جدا خصوصا بعد ما البرتغال كسبت اوروجوي وبالتالي غانا عندها فرصة كبيرة للتأهل الوحيدة اللي رجعت بس متأخر قوي كانت الكاميرون طبعا بتعادل امام سربيا 3-3 لكن فرصتها صعبة جدا 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 وتحتاج لمعجزة عشان تتأهل والمعجزة دي تتمثل في مين في الفوز على الصنبا في الفوز على منتخب البرازيل اللي غاب الحقيقة شكله وغابت شخصيته وتراجع كبير بشوف بصار برازيل مقارنة بالمباراة الأولانية طبعا في ظل غياب نمار فيه ضيوف معانا هنا رهنوا على ان البرازيل مع غياب نمار هتظهر بشكل أفضل وفيه ناس قالت لا نمار هو القلب النابض هو العقل المفكر هو المحرك الأساسي لقوة البرازيل وقد كان عانت الحقيقة برازيل أمام سويسرا وإن كانت المباراة طبعا انتهت بهدف إنقاذ أحرزه طبعا كازيميرو على كل أحوال فيه مجموعات حسمت بالفعل وفيه مجموعات فيها حزبة بيرما إحنا النهاردة مع أول أيام الجولة الثالثة من دور المجموعات هنقول لحضراتكم مين اللي فرصه أكبر ومين المرشح للتأهل عن المجموعات ونعدي سريعا كده نشوف جدول الترتيب في كاس العالم واصل لغاية فيه أهني طبعا وبارك لأننا ما ظهرتش من بعد مباراة الأهلي والمقاولين اللي فاس فيها النادي الأهلي على المقاولين في كاس مصر بضربات الترجيح وتأهل لمواجهة فريق سموح مباراة أنا بشوف أنه أهم مكاسبها إنك أنت حفظت على العالم الكابلة يعني أنت من أول ما ابتدت الموسم والله الحمد ما تعدلتش ولا مباراة كل مبارايتك انتهت بالمكسب والحفاظ على المكسب حتى لو كان العرض وده كان متوقع بعد شيء يعني في قدايتنا لسيناريو مطش المقاولين قلنا إن المقاولين أساسا فرقة محترمة وبتلعب كرة كويسة وبالذات لما بتظهروا قدام النادي الأهلي وبالذات لما يبقى الفرصة 50-50 في مطشات الكاس دايما مهما كانت الفوارق بتبقى النسب دايما 50-50 ممكن تراهن على ضربة حظ ممكن تراهن على كرة مخطوفة وبالتاني ما بقاش في حاجة مضمونة وما فيش دايما فرصة للتعويض عكس الدوري الدوري لو قدر له خسرت أو حتى تعادلت ما عندك فرصة إنك أنت ترجع للسباق تاني على اللقب لكن في الكاس المغلوب بيروح وبالتالي كان مهم جدا جدا أنك أنت تكسب وتكمل مشوارك في الكاس وتحافظ على فرصك في البطولة وتكمل وتكمل بنفس السياق أو بنفس الطريقة اللي بدأت بيها الموسم تحت شعار المكسب ولا شيء غير المكسب ممروك للنادي الأهلي وفي انتظار إن شاء الله بإذن الله لقب تاني في بداية الموسم لقب كاس مصر للموسم الأخير تفاصيل حلقة النهاردة وأخبارنا هنتبعها مع حضرتكم بالتأكيد في السادسة بس بعد الفاصل ميسي وينو طبعا ده الترند اللي امتشر بشكل عنيف جدا بعد مباراة الأرجنتين الأولى أمام السعودية والتي تقلق فيها وطا عملك أشققنا في المنتخب السعودي وحقفوز غالي جدا يمكن أهم وأكبر مفاجآت البطولة حتى اللحظة هتقول لي اليابان كسبت ألمانيا أقولك ماشي أسيدي بس السعودية لما تكسب الأرجنتين والأرجنتين في التوب فورب والأرجنتين هي بطل كوبة أمريكا في النسخة الأخيرة والأرجنتين فيها لا يوميسي أقولك لا الفارق كبير وشتان وخصوصا إن السعودية كانت أكتر من ند المنتخب الأرجنتين يعني اليابان غابت بشكل كبير جدا في المباراة وقدرت تخطى في الفوز لكن إذا كنت تلعب ند بند وإذا كنت ترجع في نتيجة قدام منتخب أرجنتين كبير في أهم الأسماء منتخب الألمانيا ليه كل الاحترام لكن مفوش النجوم اللي منعرد تقيل يعني لما يقولك قول لي مين النجم المخضرم النجم اللي يعني اللي يغير سيناريو مباراة عندهم نجوم كويسة عندهم ساني وعندهم جنابري وعندهم مولر وعندهم جورتكا وعندهم روديجر عندهم أسماء يعني كويسة لعبة على أعلى مستوى لكن مفيش سوبرستار مفيش كيليا نمبابيا أو كريم بن زيمة أو محمد صلاح أو إيرلينج هالند أو هاري كين يعني فاقم مفيش كريستانو رونالدو مفيش حد تقدر تقول عليه نجم من السوبرستار يعني ففي النهاية أنا بشوف أن المباراة السعودية طبعا كانت المباراة الأهم تعليق سريع جدا على لقطة مباراة اللقطة الخاصة بمباراة منتخب البرتغال أمام أوروجوي هدف البرتغال الأول العمل حالة جدل طبعا المواطش انتهى اللي ما يعرفش أو اللي ما تبعش يعني المواطش انتهى لصالح البرتغال بنتيجة 2-0 وده فوص طبعا أهل البرتغال للدور اللي جاي بما أنها العلامة الكاملة الغادة لكن الأهم من ده فضل الله مواطش واحد مع كوريا وكوريا الجنوبية مش هي كوريا الجنوبية يعني مش هو ده المنتخب اللي ممكن تقول أنه يعمل عودة أمام أمام البرتغال لكن المباراة في لقطة الهدف الأولاني الموضوع لي أكتر حقيقة من بعد يعني مش عارف وقتي هيسمح بس قليلا نتكلف نمره واحد الحقيقة اللقطة دي أو الهدف ده أثبت أنه كريستيانو رونالدو بيعاني نفسيا بشكل عنيف كريستيانو واحد من أهم نجوم الكرة على مدار تاريخها تتفق أنه الأول ميسي الأول تتفق أنه واحد من أعظم نجوم الكرة أو واحد بس مجرد سوبرستار في جيله لكن لا يقارن بالأباطرة والأساطير كل ده مش هنختلف مع بعض فيه لكن الحقيقة النجاح اللي حققه كريستيانو رونالدو والألقاب اللي فاس بيها كريستيانو رونالدو عن مستوى الفردي كأفضل لعب في العالم وهدف بطولات وتحقيا للألقاب مع بورتغال خدوا بالكم دوما الرجل ده محقق مع بورتغال بطولة يورو ومحقق مع بقى كل الأندية من يونيتد يوفانتس ريال مادريد ألقاب كتير جديد فبالتالي هو مش في حاجة أنه يزبط حاجة لحد مش محتاج يبزل مجهود عشان يقول أنه أنا أسطورة من أساطير كورتر قدم لكن إن برح في اللقطة الأولى للهدف واللي كان عليها حالة جدل كبير جدا هل الكورة اللي دخلها أو سجلها مباشرة برونو فرناندز ولا اللقطة دي كريستيانو رونالدو أنا تقديلي طبعا وده اللي أكيده النهاردة الباني الرسمي الصدر من الفيفا إنه كريستيانو رونالدو ملمس الكورة وبالتالي الهدف هو هدف برونو فرناندز لكن اللقطات أو اللحظات اللي تلت دخول الكورة للشبكة هي اللي أكدتلي المعنى اللي بأكلم حضراتكم فيه وهو إنه الراجل بيعاني من كم كبير جدا من حالة كبيرة جدا من حالات الضغط النفسي وفي حاجة إنه يرد حتى لو الرد فيك لو الرد مش حقيقي لو الرد بهدف هو ما كانش ليه أي دور في تسجيله احتفاله وشعوره بالسعادة ومحاولة توصيل رسالة إنه أنا اللي سجلت الهدف مع نجم كبير بحجم إنجازات كريستيانو رونالدو بتقول إنه الراجل ده بيعاني من ضغط عنيف جدا وفي حاجة إنه يزبط للعالم كله إنه الأسطورة مازالت مستمر يعني طبعا دي اللحظات اللي بعد التسجيل هدف بصوا عدسات الكاميرات بصوا بصوا المراسلين اللي موجودين جوه الملعب كل الأنظار تتوجه إلى رونالدو لكنه رونالدو ليس رونالدو لأن الحقيقة كان المفترض من لعب كبير بحجم رونالدو قيمة كبيرة جدا إنه يروح لبرونو فرناندز ويهنيه بالهدف لأنه هو لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إحرازه وزي ما قلت لكم ده اللي أكدوا بيعان الفيفا واللي أكدته الشركة المصنعة لكورة القدم اللي طبعا أنتم حارفين أن التقنيات كل يوم بتزيد المفترض أن فيه بروسسور صغير محدود جوه الكرة دي بيقدر من خلال البروسسور ده إنه هم يقروا أي تلامس أو أي اهتزاز يحصل في الكرة نتيجة لمسها بيصل لدقة أعتقد 500 هيرتز حاجة كده يعني يعني ما ليش التفاصيل قوي بس في النهاية شركة فيفا أكدت أن الكرة دي ما حدش لمسها وهي في طريقها المرمى وبالتالي كريستيان رونالدو ما كانش ليه أي دور في إحراز الهدف طيب النهاردة بما أن إحنا عندنا مطش الجمعة طبعا طلعا الجيش هنرجع مطش نرجع للدوري مرة تانية ومطش طلعا الجيش أنا مش هقول لكم بقى مطش صعب لأنه كل مطشرة الأهلي السنة دي صعبة يعني خصوصا مع عودة الأهلي المستوى ورونقه وحلوة أداءه ونتائجه الإجابية جدا هيبقى مطمع لكتير من الفرقة أنها تثبت العكس كله هيحاول في المناسبتين اللي عارف أنه مصر كلها بتتفرج عليه من كل مطشرة السنة هيحاول يطلع أفضل ما عنده فكل مطشرة لكن الطلعين أنتوا عارفين يعني الجيش معنا دايما فيه فرقة كده معنا نحن بيبقى الشفرة بتاعتها يعني صعبة شوية لكن إن شاء الله بإذن الله نحن ولها النهاردة مستر كولر قرر يكون راحة 24 ساعة بس الفريق بكرة يرجعت مرة تانية استعدادنا لمباراة الجمعة اللي جاي إن شاء الله مباراة هتكون في الدولة هنتباحها إن شاء الله خليني كمان أقف سريعا جدا في حلقة النهاردة مع هانا جودة البنت دي أنا شايفها الحقيقة يعني شيء عظيم جدا أسطورة بطلة نجمة أيقونة واحدة بتقول إنه إحنا نقدر في كل الرياضات مش بس في تانية استطاولة هانا جودة بتحافظ للعام التاني على التوالي على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي تحت 15 و 17 و 19 بنت الحقيقة جوكر بنت الحقيقة تران عليها مستقبل تانية استطاولة في مصر فلازم نهنيها ونقولها مبروك ومستنين منك أكتر وأكتر إن شاء الله طيب نروح بقى طيب قبل ما نروح للتفاصيل عندي خبرين طبعا عن كاس العالم والنهاردة زي ما قلت لكم هنتكلم على فرص المنتخبات الموجودة بس اسمحونا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقة من يوم التنديم بس ظهروا في نسخة 90 اللي احنا رحنا فيها كاس العالم بيتر شيلتن حارس مارما إنجلترا وروجي ميلا طبعا أسطورة كرة القدم الكاميرونية وصود الحقيقة اللي ما قدمتش أو ما أبرزتش أنيابها في البطولة دي كنا مستنين من كاميرا عن عكتر من كده لكن يبدو إنه تصريحات ايتو كانت هزار في هزار على كل أحوال زي ما قلت لكم من النهاردة تبدأ مرحلة جديدة في كاس العالم صحيحنا لسه في دور المجموعات لكن تقدر تقول عليها إنه مواجهتها ما تقبلش أنصاف الحلول من النهاردة ما فيش فرصة للتعويض يأما تبقى وتصعد لدور الستاشر إما تصيف وتروح تتفرج على كاس العالم معنا كده من خلال الشاشات نقرأ معكم سريعا جدا وصلنا الفين في كاس العالم في منتخبات بالفعل حسمت صعودها وحصلت على تذكرة التأهل في منتخبات ما زالت متمسكة بفرصها وفي منتخبات رحلت وودعت بالفعل كاس العالم خلينا نرحب بديوفنا أسر حسين ونادر شبانة محللين الكرة العالمية وجولة سريعة في كاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين نرحب بيهم بداية أسر مساء الخير وأهلا وسهلا بيك مسأل فلوست زحمة أول مرة مع حضراتكم بيتي النادر أهلي ومع المتقلق نادر طبعا يا رب تستمتع معنا ونقول حاجة حلوة كده لجمهورنا إن شاء الله نادر طبعا متقلق كالعادة ومش أول مرة رفق معنا في السادسة نادر حبيب أبي أحمد أهلا وسهلا بيك إن شاء الله تكون حلقة خفيفة وأسر نور إن شاء الله إن شاء الله يكون حلقة خفيفة جميعا إن شاء الله كاس العالم يبتدى يسخن ولا هو من البداية سخر لا من البداية سخر غريبة السنة دي أو النسخة دي من كاس العالم لأنه دايما في مطشاط المجموعات في البدايات بتبقى كل فين وفين لما تشوف مباراة تقول الله مباراة حلوة لكن السنة دي يمكن أول ظاهرة أنه الفوارق دابت لحد كبير ما فيش منتخب كبير وما فيش منتخب صغاية فيه منتخبات جاية من بعيد أوي زي السعودية زي المغرب زي السنغال زي الإكوادور زي سويسرا زي أمريكا ورغم كده قدرت أنها تقف في وجه الكبار يعني زي ما بيقولوا وكان فيه مباريات كتير أوي الحقيقة كتير جدا يعني قابلت ناس كتير أوي ونحن نتفاجع على المونديال ناس كتير أوي تقول لي المباراة دي كانت أجمد مباراة في مطلع يعني في مطلعات كتير جدا حازت على الأجاب التفسير ده ممكن يبقى مرتبط بالتوقيت بما أنه البطولة اللي أول مرة تتعامل بعدما السيزن بدأ بالفعل في معظم المسابقات فنلعيبة وصل فورما معينة ولا ليه تفسير آخر أنا ممكن أخذ من آخر سؤال حضرتك أنه فعلا التوقيت على رغم السلبيات وفي أنه عدد الإصابات أو الناس اللي غابت عن كاسة عالم كانت نفسنا نشوفها أو نداخل في نص السيزن الأول مرة بنشوف النسخة المتفردة دي عشان طبعا التوقيت بتاع استقبال المونديال في الدوحة في قطر بالتالي كمان فيها بقى إيجابيات أن اللعيبة في الفورما وصلت شوية للبيك في السيزن مش لسه هتسخن مش جاية من فترة راحة دخلت في الموسم بتاعة الدوريات الخامسة الكبرى سواء اللعيبة الأوروبية طبعا المعروفة أو الدوريات العربية كله دخل في الموسم فوصلين لدرجة فورما معينة هم جوى المطشاط عشان كده تلاقي أن الجولة الأولى خدت غزارة هدفية أستاذ أحمد أكتر من نسخة 2018 كان فيه فرق الأداف حوالي ثلاث أهداف للجولة الأولى وفيه مطشاط مش متوقعة خالص الشقة الثانية هو بتاع الفرق الكبير احنا فعلا حاسين المونديال ده بلغة الكرة أو بلغة درجة المصري ملوش كبير الفرق الصغيرة بتلعب بجرقة ودي عملة دي المخلية المشاهدة للمونديال المورادي الناس مستمتعة شفنا مفاجآت زي اليابان وألمانيا شفنا كوستاريكا واليابان شفنا طبعا أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم نعايز أقول لحضرتك مش بس إنحياز عربي لأنه انتخابنا العربي السعودي في مؤسسة جريس نوت اللي بتعمل التحليل والداتا أناليسيز اللي تبع شركة نالسن يعني العالمية بتحط دايما عندها صيغة كده أنه بيحطه كمان يقول لك قوة المنتخب وبيعمله فورمات معين أكتر نتيجة كانت قبل مباراة السعودية صادمة في تاريخ كأس العالم كله من ساعة ما بدأت البطولة كانت فوز أمريكا على إنجلترا سنة 50 كان ساعتها الاحتمالات المحطوطة 9.7% أن أمريكا تكسب إنجلترا منتخب حديث العهد ما عرفش أصلا كرة القدم لسه منتخب السعودية المصنف الـ 51 غلب منتخب الأرجنتين المصنف الثالث واللي قاعد وينينج ستريك أو عنده سلسلة لا هزيمة 36 مباراة غلبه كان واخد نسبة 8.7% بس فبالتالي فوز السعودية غير فرحتنا كعرب وإنه رقم إيجابي جدا يعني أهم نتيجة لنا كمنتخبات عربية اللي أصبح دلوقتي تصدر أكبر مفاجأة في تاريخ كسر عالم كله فبالتالي تأكيد على سؤال حضرتك وكلام حضرتك اللي حاولت تقوله إنه فعلا مفيش حسين بجرأة المتخبات بتلعب بجرأة السعودية قدت الأمل لكل فرق إنه ممكن تكسب ولحقتها طبعا اليابان وكستاريكا وفرق حتى سويسر قدام برازيل مباراة حنادر لا يعني يعني بعضها خصوصا زور الأول لبرازيل كان أكتر من رائع وأنا الحقيقة يعني مرشح الأول بالنسبة لي البطولة من قبل ما تبدل هو متخب برازيل وإحنا كنا متكلمين في ده وظهروا بشكل أكتر من رائع عندهم سكواد يعني ولا أرواح يعني أنا ما بص على دكة بقولي الناس دي عادة إزاي برد يعني الناس دي إزاي تقعد الناس دي نزل تقعد بس ما تبص لف الملعب برضو تتكلم على سكواد أكتر من رائع لكن حتى مبارح قدام سويسرا لقى سويسرا كان عندها شخصية وما كانتش خصم سهل يعني بالنسبة لمنتخب بحجم المنتخب البرازيل منتخب سويسرا أنا شخصيا كنت برشحه مع منتخب البرازيل اللي تأهله من المجموعة مش سيربيا أو الكاميرا الكاميرا كده كده مش بيرشحه في العالم كله غير سامول إيته تقريبا يعني هو مش ميرشحه نوية أهل بس دي عايزه يلعب فاينل كمان والله أنا بقلوم عليك تصريحات دي لأنه التصريحات دي شكل ضغط على لعيبة بشكل كبير جدا وممكن توصل على أن فيها نوع من أنواع الصخرق يعني أنك بتسخر من منتخبك يعني أو تقلل من قدرته فعلا على أنه يعمل حاجة في كاس العالم هو في مباراة سيربيا منتخب سيربي أصلا على غير ما إحنا كنا متوقعين لي منتخب سيربيا بمتلك عدد من العناصر المميزة جدا في كل المراكز وبلعبه في أندية كبيرة في أوروبا ما ظهرش الكلام ده قدام البرازيل بعد كده قدام الكاميرون كمان ما ظهرش ده منتخب الكاميرون عنده مشكلة أنا مقتنع تماما تمام اليقين بالنسبة لي على المستوى الشخصي مقتنع إن الكوتش هو سامول إيتو مش ريجو بيرسونج ريجو بيرسونج مجرد إن هو وجهة قاعدة على دكة البدلاء بيحرك لكن الكوتش هو سامول إيتو لأنه هو اللي كان مماشي من قبلها المدير الفني البرتغالي أنتونيو كونسساو اللي هو كان معاهم في بطولة أفريقيا عشان يعني نرجع للكلام على منتخب سويسرا ومنتخب سويسرا ومنتخب مميز أتوقع لي التأهل مع منتخب البرازيل من المجموعة دي طب قدام دخلنا في التوقعات تعالي ناخدهم مجموعة مجموعة بينه أنه النهارده الستارت بتاعت الجولة الأخيرة من دور المجموعات طبعا في اللحظة اللي احنا بنلعب فيها أعتقد أنه لغاية دلوقتي المجموعة الأولى هولندا والسنغالب بما أنه الاثنين متقدمين في نتيجة المباراة أكدور تعدت للأسف أكدور تعدت للأسف يعني نطلع على هوا السنغالك أزمان بس سنغالك اتنقدموا شرط أول وأهضروا طيب الأكدور تعدت للأسف يعني وكده طبعا تبقى الإكوادور هي اللي في المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط والسنغال في المركز الثالث برصيد أربع نقاط هولندا مركز أول أربع نقاط وأعتقد ضافت تلات نقاط بما أنها متقدمة أعتقد اتنين سفر ولا قطر اتعدلت لا لا أصعب صادم صادم على قد التوقعات اللي كانت عليهم من قبل بطولة ما كانت تبدأ وعلى قد التجارب وكلمنا في المرة اللي فادت لما كنت معينك يا أحمد عن منتخب قطر وقعد نفسه إزاي جابوا تلات سفانتر أتحصل بحان بول حمد الله كان أما حاجة يتلعوا بأقل أدران لما ترابت على جزء النشوط الأول منتخب قطر أنت أي المباراة دي المباراة الوحيدة على الأل تلعب بغير دغطات ما عندكش أي أمل في التأهل يعني حاولت تستمتع انزل لعب لعبك استمتع ما بيحسر لا برضو على حظه يا ندر يعني هايستمتع قدام هولندا يعني كان استمتع قدام السن فقري استمتع قدام السن غالي استمتع قدام هولندا والله يا أحمد أنك نشاهد لكن كانت استمتع قدام هولندا بس من غير دغطات فأنا هلعب هعمل العلاية بس في الملعب مش أكتر على فكر من هولندا علامة كاملة بس أنا هولندا أداءه جد مقنع لا 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 بالنسبة لي يعني القرعة خدمته بشكل كدير جدا ترتيب المتشاط ترتيب المتشاط كمان فرق معجد من الملعب قطر الأول تبدأ بسنغال بتخطف السنغال فمباراة كانت أخطأ أدوارد من دي هاي اللي ديت لهم التلات نقاط بعد كده منتخب الإكوادور بقدم مباراة كبيرة طيب السنغال جابت جون يلا الحمد لله هو أجد أن نتكلم وحنا مرتاح ووسطوها زبطانك يوم إن شاء الله السنغال تتأهل مع هولندا مش عارف أسر التفق معه أسر التفق جدا متمنى إن شاء الله السنغال تتأهل مع هولندا السنغال تتأهل على حساب الإكوادور وعلى حساب قاتل المنظر السيد أحمد اللي شفناه في أول المتش ممكن أنا نلاقي ناس كتير كمان رهنت على إنه غياب ماني حيأثر قوي على قوة المنتخب السنغالي والحقيقة أنا في الثلاث ماتشاط اللي شفتوهم حتى ماتش هولندا اللي خسروا مباراة قطر والشخصية والعودة والنهاردة قدام الإكوادور الحقيقة هم أصحاب الكلمة العوية حتى قدام هولندا الحقيقة يمكن الحظة أو سوء التوفيق يمكن يعني كان ممكن جدا سيناريو المباراة ده ينتهي لصالح السنغال ده حقيقي حقيقي جدا ما كانش الغياب اللي تقدر تقول عليه مؤثر قوي هو مؤثر لكن يحسب لأليسوسي أستاذ أحمد أنه هو قدر يشتغل على الموضوع فنيا ونفسيا أنه في النهاية هو بطل اللقطة الأخيرة ساديو ماني هو اللي جايب آخر ضرب الجزاء في الأسف مع مصر في كاس الأمم هو اللي جاب لأمته أول كاس أمم بعد كده جاب اللقطة الأخيرة في البانيل تي بتاع التأهل لكاس العالم مهم جدا كعنصر فني وكعنصر نفسي نقائد الفرقة وبطل الشعب بالنسبة لهم فغيابه عمل شوية في المرال أو الحالة نفسية للعيبة لكن فنيا طبعا أليسوسي قدر يتغلب على هذا زي ما نادر كان بيقول أنه ميندي كان سبب كتير جدا في أنه طبعا هولندا كانت تكسب كتقرب يعني لكن مش تنصف نتيجة مش معبرة دولة غلطات ميندي النهاردة عجبني قوي اللي عامله قال يوسوسي يمكن لمان اندايا اللي بيلعب ناحية تليمين واسماعيل أصار وضغطين طبعا ببولايا ديات ثلاثة اللي قدام فعلا فعلا مدايقين جدا دفاع الإكوادور هم أقوى أشرص بكتير حتى الكورة اللي بعد ضربة الجزاء راح لمان اندايا في واحدة وعنده المهارة على مطلق الجزاء برقص براحته وعنده برود أعصاب كان هيجيبها للمدافع شالها فبعتقد سنغال في طريقها إن شاء الله المكسب هي أحسن بكتير غدو تروح لبعيد سنغال نادر ممكن يعني لو تأهلت النهاردة شاف إنها تقدر تكمل ولا الوصول للدول 16 وكفة زي ما بيقولوا منتخب سنغال سألها لكم على ثلاث منتخبات أنا متحمس ليهم من قبل ما البطولة تبدأ السنغال السعودية المغرب في الدائرة بتاعتنا بالقول المرشحين بشكل كبير بصراحة هم يتأهلوا ومفاجآت بشكل عام يعني لو استسنين المغرب والسعودية فمنتخب سنغال هيبقى مفاجآ في ظل غياب سعدي يومانية زي ما أنت تفضلت وقل يروح لبعيد منتخب سنغال هو هيلاعب منتخب إنجلترا لأن إنجلترا تطلع أول مجموعتها فهتكون المجمع منتخب إنجلترا أو واحد من المرشحين للبطولة بس أنا على المستوى الشخصي ما تمنىش لمنتخب إنجلترا هيكسب مش عشان بقى أفريقي بس وعلى عشان بحب منتخب سنغال أو عشان بنتمنى التوفيق للمتخب سنغال أنا مش عايز منتخب إنجلترا بعد برضو من ضمن الحاجات اللي خارج بره كورة واتكلم في حاجات تانية بره كورة لا يعني أسعقبه يعني أنا عايز اللي يتأهل اللي يلعب بالكورة بس يعني أنا عايز اللي يتأهل وإذا بعيد هو اللي بيلعب كورة قدم فقط قبل ما نروح للتانية ونشوف النهاردة ويلز في مواجهة إنجلترا وإيران في مواجهة أمريكا مفارتين اليوم يعني طبعا دوافع موجودة للتقاهل لكن في دوافع تانية كتير جدا أعتقد أثارها على أحلية الأجهزة سلح نهار نروح للفاصل ونرجع نشوف مواجهة النهاردة بليل أخبارها إيه والمجموعة التانية ظروفها إيه ومين الأقرب للتقاهل عن المجموعة بيه الفارق كبيرة أو يعني فارق في الأرقام كبيرة جدا ما بين الدوري الإنجليزي والدوريات التي تليه سواء كان أسباني بقى كان ألماني 122 لعب من اللعيبة اللي بتشارك فيه المونديال بيلعبوا في الدوري الإنجليزي بعدهم 71 بتيجي في الدوري الإنجليزي وتتراجع بقى الأرقام بعد كده وطبيعي جدا حتى المنتخب الإنجليزي نفسه كله بيلعب في الدوري الإنجليزي باستثناء لعب واحد بس هو بلنجهام فبالتالي يعني دوري محترم جدا حقيقة الدوري هو لما بنقول الأقوى بنقول ده مش من فراغ ده مرتبط بأرقام وبإحصائيات ومستوى وقوة منافسة جوة المطولة لنفسها ليس بس فكرة العيبة الدولية اللي موجودة فيه لكن كمان قوة المنافسة بين كل الفرق عدم قدرتك على توقع نتيجة أي مباراة اللقب ممكن يكون راحليني في النهاية حتى تشقدر يعرف على عكس مثلا بالدوري الألماني أو الدوري الأسباني أو الدوري الفرنساوي وانت قاعد حطت رجلة على رجلة في أول موسم تردت تحدد بنسبة كبيرة أوي بطل النسخة دي هيكون مين نرجع تاني نتكلم في كهس العالم ومطشين النهاردة عندنا بالليل في نفس التوقيت من النهاردة كل المطشات بتاعت المجموعات هتتلاعب في نفس التوقيت يعني الجولة التالتة في كل مجموعة هتلاقي الساعة 5 بيتلاعب مطشين والمجموعة اللي بعدها ساعة 9 بيتلاعب مطشين تانين وبالتالي نهاردة عندنا في نفس التوقيت يا أسر إنجلترا ويلز أمريكا وإيران أتسفرج على إيه فيهم أحاول أوفى بين الاتنين أحاول أوفى بين الاتنين لأنهم مطشين الحقيقة قوي جدا كل المنتخبات دي عملت مبارات كبيرة يمكن باستثناء ويلز لسه يعني روب بيج لسه ما وصلش للحلم بتاع الفرقة أول هدف بقى من بتاع جارف بيل من سنة 58 فمش على قد أحلام الجماهير الولزية هنشوف نهاردة عنده فورس لا لسه بعيدة شوية أو وضعاته أو يارث بيلي عايش أعلنت بقى على الجول ده 30 سنة جاية هيرعب جولف بس رح أمريكا وفددات طريقه يعني اللي هتزال المبكر مطش أمريكا وإيران مطش أعتقد هيكون أكثر يعني ندية أمريكا فرقة كويسة جدا جدا يمكنكم نتكلم لسه قبل الهوى أنا ونادري يعني يمكن برهولتر عامل فرقة هتبقى النواة بتاعة الكاس العالم اللي جاي لأستطيع كمان شارسة جدا بدنية أستاذ أحمد يعني طايلر أدمز مع مكيني فوست الملعب مع يونس موسى الثلاثة أقوية جدا هنشوف تقى قدام إنجلترا الحقيقة فرقة محترمة جدا بتلعب بجرقة بجرقة كبيرة جدا وإحراجت إنجلترا أفضل من إنجلترا في المباراة بجرقة جدا وفي ناحية الثانية إيران عملت رد فعلي كويس جدا فنيا من على الخط من كارلوس كيروش اتقال إنه بيدافع بشكل مبالغ فيه قدام إنجلترا وكان مستعد أو زي من الإنجليز يقول لك يعني إنت اللي مستني الضغط يجي لك قدام إنجلترا عشان كده خسرت بنتيجة إيلة بسوداسية إنما في المتش اللي بعده الحقيقة جرأة هجومية هاجم باتنين بتريمي أزمن وإدري إنه يخطف في آخر المتش وكان بيهاجم وغير فكرة الدفاع تماما فبالتالي مباراة أعتقدنا صعبة جدا على فريقين بتمنى يعني اللي كيروش إنه هو يكسب عشان كيروش مش عشان حاجة تانية وبتنهاية مباراة طبعا ماتش ملعب يعني اتنين عايزين يسعدوا طبعا ماتش بأشارس جدا هو الحقيقة خد من خف الدم المصغين شغال ألش على المنتهب البكاني قالك ده تقدموا في كورت القدم تحوال الأمر عندهم من سوكر إلى فوتبول دي النقلة بالنسبة له التعريف على نادر نقص على المجموعة كده ونشوف ظروفها وترتيبها وتقول لنا مين أفضل الفرق اللي عندها فرص في التآهل لغاية اللحظة طبعا قبل المواجهة الأخيرة النهاردة عندنا إنجترا في الصدارة أربع نقاط إيران في المركز الثاني ثلاث نقاط بات المتحدة الأمريكية بنقطتين ثم ويلز بنقطة واحدة وحسابيا كل المنتخبات تبلغ الفرصة مين من وجهة نظرك أعرب للتآهل عن المجموعة بي أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يعني مش هيسيب الصدارة مباراة ويلز زي ما أنت تفضلت وقلت وزي ما آسر تفضل وقال أن المباراة مش هتكون بالصعوبة على المنتخب الإنجليزي أعتقد المواجهة هتكون محسومة بشكل كبير لمنتخب إنجلترا لأنه أصلا يحاول يخلص المباراة في بدايتها علشان على الآن يريح لعبته لمباراة دور 16 علشان عدد من اللعيبة أصلا كان مصابين وأبرازهم هاري كين نجم الفريل أول وبيلعب آخر مباراتين وهو كان مصاب وفيه تخوف أنه ملعبش المباراة دي بسبب الإصابة المنتخب الثاني أعتقد وتمنى الحقيقة كمان هو خط هجوم الإنجلترا ناري يعني أيا كان بزبط مين الموجود أنت ما عندكش أي حيرة في أنك أنت تختار مين يلعب يعني شفتم عاد في الفضن على يعني بالضبط طبعا مش مقتنع بسوات جيت قوي بس يعني الله ولا حد فيه درس هم نفسهم اللي هي هم نفسهم بس يعني هم نفسهم هم نفسهم بس يعني فما أعتقدش أنه أي حد أو أي غياف في الهجوم عند إنجلترا ممكن يبقى مصدر مشكلة خصوصا أن المنافس بتاعك هيكون إنه ويلز فمش منتخب قوي إنك أنت تتخاف إنك تراح عليك أعطاك المنتخب الثاني إن شاء الله يكون منتخب إيران ده الماتش الأصعب النهاردة نتك جدا الماتش هيكون صعب طبعا زي ما قلت أصلا لما بين الفرقتين أو بين المنتخبين أو الدولتين بشكل عام بشكل أكبر خارج جتار كرة القدم طبعا ولكن عجبني تصريحات برهالتر في المؤتمر الصحفي مبارح إلا إحنا في الأول وفي الآخر هنلعب كرة هنلعب كرة قدم كل اللي حصل قبل كده أنا بقدر كيروش جدا وبقدر التحول اللي عمله مع منتخب إيران وعكس كلام يورجان كلينسمن الألماني اللي هو أصلا كان مداري من أمريكا قبل كده قال كلام محترم حتى حصلت يعني تراشق حجم من يورجان كلينسمن كلينسمن قال له أنت مصعدتش مصر كاس العالم فأنت مالك بينا يا عم ألاكش دعوة بينا هو الرجل ليه ظروف معينة مصعدش بيها بس مع منتخب إيران في كاس العالم 2018 قدم مستوى عظيم في كاس عام 2014 قدم مستوى عظيم مع منتخب كولومبيا يمكن تكون دي كانت الساقطة لكارلوس كيروش عشان المشاكل كمان حصلت هناك في كولومبيا وقتها بس في الأول في الآخر أنا واصل في كارلوس كيروش المدرب اللي يخسر في أول ماتش يحمد ستة من إنجلترا ويرجع اللي بعده يكسب ويلز 2-0 ويكون هو اللي متسيد على مدار التسعين دي يكون هو الأفضل سويلز مش منتخب تيس علي برضو أنا نادر إيران برضو في نفس الوقت يعني ما تيجي تقارن ويلز بأمريكا شتان أكيد أكيد فيه فور كبيرة جدا بين بس شوفي اللعبة اللي بتلعب في ويلز أنا دائما عشان إيس قوة فريق لازم أشوفه قدام خصم قوي يعني خصم على أقل نفس في نفس المستوى وبالتالي هنا تظهر إمكانياته تظهر قوته دفاعيا وهجوميا يظهر تنظيمه في الملعب يظهر بالنسبة لي هو أداءه في التسعين دي فعل ولا رد فعل للمنتخب اللي قدامه وبالتالي هنا تقايم لكن ويلز مع كامل السامس الأسيا بشكل أن أنا يعني ندر خسرنا وسيد أحمد من خسرت من إنجلترا الـ A1 أو واحد من المرشحين بلعبة متخد تاني من بريطانيا اللي هو شوية الـ A2 والعبة كمان يا أس والعبة بتلعب في أهدئة كبيرة على عكس لعبة إيران بلزبط أبرز حد فيهم أنا أسف أني بقاطعك بس إما هدي تريمي بس بتفضل فهي دي نقطة بالعكس أنا متفق معك جدا فبالتالي لا كان فوز مهمة وسيد أحمد لأنه أنا خدت أو يعني التصنيف التاني كده من بريطانيا أو من الدول دي وغلقته 2-0 وحسنت وضع في المجموعة وكان باكس زي ما كان ندر بيقول بعد هزيمة بستة تحبت أو تقتل أي فريق نفسيا فرد الفعل الحقيقي النهاردة بقى التكملة أو البلدب على نتيجة فوز على ماتشويل زي ما كان ندر بيقول هو التأخل إحنا نرشح لك لو أنت عايز تفرج على كورة وعلى ندية وعلى قتال في الملعب أعتقد أن مباراة إيران وأمريكا هي الأولى بالمتابعة والمشاهدة أكتر بشوية من على رغم طبع الماتش ماتش إنجلترا في نجوم أكتر لو أنت من عشاء الدوري الإنجليزي أهم من نجوم الدوري الإنجليزي هيكونوا موجودين في المباراة دي لكن في النهاية كورة وصراع ومنافسة وجاري ويعني كل حاجة هتلاقيها في ماتش أمريكا وقويرة أكتر حد مشفك عليه الحقيقة ما تيولاهوز حكم المباراة الأسباني اللي هو يحكم المباراة دي ده ربنا يكون فعونه الحقيقة مباراة صعبة تحكمية جدا جدا يعني ربنا يكون فعونه بقى اللي عمله في اللليجة بقى طلعه في المباراة دي طيب نروح للمجموعة سي نروح للمجموعة الثالثة ونشوف ظروفها إيه سي بولندا مفاجئة المجموعة يعني طبيعي لما قبل المجموعة دي ما تبدأ لما تقول لي لما تسأل عشرة يعني بولندا هيكون ترتبها إيه في نهاية دور المجموعات تسعة منهم هيويك الرابع يعني تسعة هيختاره بولندا في الرابع ويختاره بقى بأي ترتيب مختلف الأرجنتين والمكسيك والسعودية ده جوه مصر يعني جوه مصر هيختاره هيختاره تلاتة دول في المركز التلاتة الأول لكن بولندا فيه الصدارة حتى اللحظة في البطولة في المجموعة التالتة برصيد أربع نقاط تلات نقاط لكل من السعودية والأرجنتين في المركز التالي والتالت ثم المكسيك بنقطة واحدة في المركز الأخير وحسبيا برضو المجموعة دي انطبق عليها فكرة أن كل الفرق عندها فرص في التآهل رايتك يا أسر المجموعة سي مكشفة اللي جاي أعتقد لتنين ضرب نار برضو دي حقيقة كراسي موسيقية جدا في المجموعة دي بدأ طبعا زي ما كنا نتناول أنا حضرتك الفوز التاريخي والأكثر مفاجأة في تاريخ كاس العالم من السعودية والأرجنتين بولندا الحقيقة استفادت في موطش السعودية من خبرات اللعبة عشان كنا دايما بنقول دي موطشات كاس العالم لازم تلعب بطريقة معينة السبوع دي عملت كل حاجة في الكرة من أداء رجولي ومن مدية ومن كل حاجة لكن في نهاية ما بتخلصش طبعا أثر عليهم إصابة سلمان الفرج الطريقة تلعب بصالح الشريكة مهاجم صريح في نهاية سلمان في نهاية سلم دوسري بالضبط أنا هنا لازم بالضبط حضرتك جبت مربط الفرج لازم نكون في كاس العالم لازم أرجع وعلى مرتين طبعا تشازني جون عظيم لكن المرتين شايف كتير كمان جدا وحتى ضربتك زاء على مرتين يعني سلم دوسري والله يكري بصلك هو مش عظيم قوي يا ياسر بس انا هنمشي عشان انت رجل انت رجل انت رجل محترم أنا هو وديك تحية لليوب يا هو انت رجل محترم ربنا أخليك فهو بقى خال كورتين كمان الريباون بتاع البريك حاول يعمل الفولو اوب ما فيش لا أعمل لك التست بقى عشان أقرأ ايه أقرأ الدماغرحة فين قولي مين أحرف رونالدينيو ولا ميسي أحرف ما فيش حد أحرف منه بس هي هي التكامل بقى اه يعني بقى اسم مين أحرف برضو مين كورتو أحلى مين كورتو ما هو انت في بقى تصنيف بقى يعني دريبلينج ولا مهارة ميسي عزل دريبلر في التالي بس هي كده يعني فيش دريبلر فيش دريبلر جيه زي زي ميسي فريستايل رونالدينيو عمل حاجات طور بيها كورتو مكيتش موجودة قبل من يظهر لكن دريبلر في العالم طبعا ميسي والجاد جيفن تالنت لها الموهبة اللي ربنا عددت اللي حديث من الاختبار ميسيين ميسيين مع بعض ميسيين فهي كمان يا أستاذ أحمد انه الفكرة انه هي دي منك تخلص يعني يمكن لو انت تقول لي تخايف على السعودية تخشى ما تخشى ايه في ماتش المكسيك ان انت تخلص لما تجيلك الفرصة انك تحسن السعودية راح تعجون كتير جدا بس ولا هجمة تقدر تزلزل او تخترق مرمى تشزني بالتالي في ماتش المكسيك ريكراكي عمل حاجة حلوة جدا هي أقصر الطرق للمرمى النار ريكراكي في المرمى انه عمل الكورتين هنعمل نعمل فاول نعمل كورنر لعب فاولين ان يقطع حد يحجب الرؤية عن كورتوالا لما تتلعب سنتر باك مرة تلغت الجون الاولاني شفنا ردة فعلة قوية ما احبطوش اللعيبة رجعوا من غرفة خلع الملابس بدل 100-0-0-0 رجعوا تاني سجلوا الجون بالصابيري وقدر يخطف فيها بلجيك ده اللي مطلوب من هيرفي أنا أسق في قدراته الفنية كتير جدا لكن لازم يخطف فبالتالي السعودية الميزة ان المكسيك مش طرف تقفل زي ما عملت ماتش أرجنتين لعبت بخمسة وراء مكسيك ما عندها أشفر صغير انها تفوز فاحتطرت غامر جنوة مهمة جدا للسعودية بس يتدربوا على لعبة يقدروا يجيبوا بيها جون بأسهل الطرق المغرب نموزاجا طبعا قدرت تخطف غانا نموزاجا طبعا قول ان اعمل كروس هنيجي ليهم ناحية تانية عندي بولندا أرجنتين بولندا في الصدارة تعادل يكفيها تعادل يكفي بولندا أرجنتين محتاجة مكسيك حان تتطم وخصوصا انك بتتكلم على فرقة مش جاية تتأهل جاية ترعب على الطولة جاية ترعب على الطولة وهو ميسي بعد ماتش اللي فات قالك احنا المونديال بدأ بالنسبة يعني بعد ما كسبه طبعا جاب هدفين وابتدأ معلومات تبقى في التورفورب بالضبط كيف قالك احنا دلوقتي بدأ المونديال بالنسبة لنا بالتالي مواجهة اصعب شوية من مواجهة السعودية والمكسيك الى حد ما السعودية السيناريو خدمها السيناريو خدمها وعندها فرصة كبيرة مش قليلة انها تتفوق على المكسيك وبالتالي تتأهل فازاي شايف بولندا والارجنتين هي زي ما انت قلت من البداية اصلا محدش كنا نتوقع ان بولندا تكون اول مجموع بولندا اول مجموع دي وبعد المباراة الأولى كمان امام المكسيك والتعادل واحد وحد واحنا نعليش تعادل بولندا تعادل بولندا ومكسب السعودية لاجنتين بابرأ لاجنتين برأة تبتلع اه 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 بالضبط تعادل كمان بولندا وتبقى او اكبر مفاجئات البطول وتعادل وتعادل السعودية يبقى اربع نقط بولندا تتآهل خمسة اللاع2016 الشعودية تتآهل convention يعني تعادل السعودية مباراة المكسيك طبعاً. رغم أن الأداء والمستوى الفني مش أفضل حاجة. مش ده الفريق اللي داخل نفس على اللقب. ليونيلس كالوني بشكل عام. لحد دلوقتي انت مش عارف تحدد مين هم اللي 11 لعيب الأساسيين اللي موجودين في الفرقة. متعرفش مين هم اللعيبة اللي هكون موجودين. اللي هكون موجودة. للساندرو مارتينيز فرق كتير بموتش اللي فات لما لعب أساسي. إنزو فرنانديس واحد من الأفضل المواهب اللي طالعه في أوروبا الفترة اللي جاية. أنا شفته في موتشين يوفينتس وبنفيكا في تشامفينز ليج. جون حلو أول. اللعب من أفضل اللعيبة أسر اللي موجودة في أوروبا. أنا نفسي يجي يوفينتس إنزو فرنانديس. ده في 2015 يعني كان فيه. ريت شارلسون هو أحلى جون بالنسبالي. الحد لو قد تيجل. ريت شارلسون. فنس تبقى بكرة ما يخشش معاك في الا. ريت شارلسون فعلا جون حواري اللي وإحنا بنحبه. جون راس حربة. جون توقيفها واللفة والفينيش بصراحة ممتع. فبس فكصة كلها في منتخب الأرجنتين. في حاجة بس عايز أتكلم فيها هي فكرة إن النسق بتاع الفريق البطل دايما في البطولات المجمع بيكون تصعودي. يعني لو جينا بصين على منتخب أسبانيا في 2010 خسر أول موراق قدام سويسر 1-0 خد اللقب في النهاية. منتخب فرنسا في 2006 لما وصل فاينال بعد المشوار العظيم لمنتخب فرنسا و بعد مخارج إيطاليا و بعد مخارج أسجل برازيل وبرتغال لحد ما وصل لأولاق قدام إيطاليا. متعادل في أول ماتشين مع كوريا وتوجو لحد ما كسب ماتش الأخير قدام سويسرا. فعلى مدار البطولة حتى منتخب ألمانيا في بطولة 2014 نفس الكلام. فهي الحكاية كلها أن لو عدوا من دور المجموعات الفريق هيبدأ يكتسب الثقة بشكل أكبر. مباراة خروج المغلوب بيكون لها حسابات خاصة. تجميع النقاط في المباريات بتاعة المجموعات هو الوضع الأسهل بالنسبة للأرجنتين. رشحوا لي المنتخبين. أنا أتوقع الأرجنتين تكسب بولندا ويتأهل لسعودية. أرجنتين سعودية. أرجنتين سعودية. أرجنتين سعودية. كده هيبقى سعودية و أرجنتين. في الحالة دي سعودية و أرجنتين. وسعودية و أرجنتين وسعودية تلاعب تاني المجموعة الرابعة بقى في الحالدي. تلاعب تاني الرابعة. تاني الرابعة فبالتالي برضو فرص أفضل. هنشوف الرابعة فيها مين ومين أعرب أن يكون في المركز الثاني لأنه ده يفرق معنا إن شاء الله لو سعودية أهلة أول. بس نروح لفاصل وبعد كده نرجعنا. كده هولندا رسميا يعني ضمنت التأهل كأول مجموعة برسيد سبع نقاط وبالتالي البحث عن التذكيرات التانية ما زال معلق حتى اللحظة فاضل تقريبا ثواني بسيطة جدا وتنتهي مباراة الإكوادور والسنغال حتى اللحظة اللي بنكلم حالكم فيه السنغال هي المتأهلة خلينا ناخد ردود الفعل في هولندا على تأهل المنتخب الهولندي وهل ظهر المنتخب الهولندي بالشكل اللي خلينا نقول أو نراهن على أنه قادم في الأدوار المقبلة قادر ينافس على اللقب خلينا ناخد موريس إشتين مدرب فريق روتردام الهولندي هيكون معنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس مسترس إشتين برحب بك طبعا بشكرك على مشاركتك معنا في السادسة وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي شكرا جزيلا لكم من بالغ الشرف أن أتواجد معكم على خناة الأهلي النادي الأهلي ونادي القرن في أفريقيا وأكبر نادي في أفريقيا وبالطبع النادي الأكثر تتويجا في العالم للمطلات القرية مع درية المدريد شرف لينا وجودك معنا وخليني بداية أسألك عن رأيك في مباراة النهاردة طبعا مباراة اللي انتهت بفوز هولندا على قطر ورأيك إجمالا في مشوار المنتخب الهولندي تحت قيادة لويس بانجال في البطولة وهل شايف أنه الفريق عبر عن شخصيته وأقدم العروض التي تتناسب مع طموحات الجماهير الكرة في هولندا بالطبع نعم المباراة كانت رائعة اليوم كانت مباراة قوية ضد قطر المنتخب الهولندي أدى بشكل جيد كانت مباراة جيدة أعتقد أن كأس العالم النسخة الحالية نسخة جميلة وأعتقد أن المباراة كانت كبيرة على منتخب قطر اليوم نظرا للمشتوى الذي يؤديه ولكن هي كانت مباراة سهلة لهولندا لا يوجد الكثير من الهجمات ضد هولندا ولكن أعتقد أن أفضل مباراة كانت المباراة ضد السنغال هل بتشوف أنه الجيل الحالي بما يضمه من أسماء ومنهم أسماء كبيرة الحقيقة تلعب في أهم الأندية وحاية ألقاب كبيرة مع أنديتها على المستوى الأوروبي هل بتشوف أنهم يداروا يحققوا الحلم الهولندي هل القصة فيرجل فندايك وريفاقه أدريني حققوا لقب البطولة ولا أنتم مش مرهنين أو يعني في أولندا سقف طموحاتكم مش واصل لفكرة تحقي اللقب لا أنا أتفق كمواطن هولندي قبل كل شيء أعتقد أني أتفق مع الرؤية التي تقول أننا سنفوز بكأس العالم ربما لم يكن المتوقع أن تنافس هولندا ولكني أتوقع ذلك أعتقد إذا أظهرت شخصية هولندا وإذا نظرت إلى خلفية المنتخبة الهولندي كبطل أعتقد أننا كما فعلنا في السبعينات وكان في جيل يوهان كرويف كنا رقم واحد في العالم كان لدينا روت خوليت كان لدينا فاب باستين والآن وأيضا وبعد ذلك كان لدينا لعبين ككلويفرت وفانس سرويت وفي عام 2014 كان لدينا فرصة قوية والآن لعبين لديهم إمكانيات كبيرة وكان لدينا وقتها لعبين رائعين كان لدينا فاندر فارت ونينة فان بيرسي ولكن هذا الفريق ليس لديه نفس نوعية من اللاعبين وليس نفس اللاعبين الذين أدوا من قبل المنتخب الهولندا الأمر مختلف تماما أنا لا أعتقد أن الفريق سيفوز ولكني أتمنى ذلك هل بتشوف أن طريقة اللاعب أو قدرة لويس فانجالا على تنظيم الصفوف يمكن بعض بيرى أن الأرعى خدمت إلى حد ما هولندي لأنه لغاية اللحظة مفيش اختبار صعب جي في طريقه يمكن الاختبار الصعب كان نسبياً يعني أمام الإكوادور وهم لم ينجح في تحيي فوز لكن بداية من الأدوار الإقصائية هيكون على موعد مع الكبار هل بتشوف أنه طريقة لعب فانجال أو تشكيلة فانجال أساسية قادرة على أنها تكتازي المراحل الصعبة اللي جاية نعم إذا نظرت إلى المجموعة المبارايتين الأصعب مبارتين ضد السنغال وضد الإكوادور كان أداء قوياً وكما قلت سابقاً ربما الجودة اللعبين التي يتوفر الآن للويس فانجال لم تكن كما كانت من قبل ولكن هذه التشكيلة تحتاج الكثير من المجهود إذا نظرت إلى البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا مقارنة بهولاء المنتخبات أتمنى أن نستمر لفترة أطول في البطولة وإذا صار كل شيء كما نتمنى فأعتقد في ربع النهائي وإذا قابلنا الأرجنتين على سبيل المثال أتمنى أن نفوز نريد أن أسأله على كودي جاكبو مسجل في كل جولة من الثلاث جولات اللعبية هولندا كل هدف سجله ساهم بفوز هولندا وخليها تطلع للدور الثاني لعيب السنة 23 سنة مساهم بربعة وثلاثين هدف مسجل 16 مرة عامل 18 سنة سنة 23 سيكون صعب قوي أن يفضل في صفوف بي اس بي أريد أن أسأله ما شايفه؟ طبعا لأنديها الكبيرة كلاب تبص عليه لأيتد مرشح بخورة بالضبط ما المشروع الذي شايفه مناسب له أنه يقدر جوهارة هولندا تبان فيه أكتر ويفيد منتخبه أكتر بعد كده أعتقد أنه سيغادر بي اس بي آيندهوفن أعتقد إذا كنت صحيحا آسف إذا كنت محقا فأعتقد أن كودي جاكبو على وشك أن ينضم لمنشيستر نايتد كما أشيع مؤخرا فتألقهم مع المنتخب الوطني جعلهم حتى أنظار العديد من الأدية الأوروبية والأقرب هو منشيستر نايتد كما يعرف الجميع فمنشيستر نايتد يريدون مهاجما قويا يريدون مهاجما أقوى في التشكيلة الحالية ويكون بديلا قويا لكريستيان رنالدو فجاكبو لعب شام لعب قوي يستطيع أن يلعب تحت إدارة إيريك تنهاج بشكل جيد فأعتقد أن هذه القطوة رينك ديونج في السنة دي مع منتخب هولندا والمستقل بيقدمه مع لويس بن جل على عكس المستقل بيقدمه مع برشلونة رغم أنه ملعبش منشات كتير مع برشلونة السنة دي بسبب الأزمة اللي كانت بينه بين النادي في البداية فشايف رينك ديونج هل هتكون بطولة كاس العالم نقطة التحول في الموسم بتاعه هل شايف أنه يستمر مع برشلونة أم سيرحل مع المريكاتو اللي جاي نعم أعتقد ذلك أعتقد أن الأداء اختلف كثيرا عما كان مع برشلونة هو لعب بطبيعة مختلفة بجودة مختلفة أعتقد أنه نعم مما أعرفه أنه عانى وواجهك بعض المشاكل هناك لكنه ليظل هناك أعتقد أنه بعد كل ما حدث هو يظل لاعباً في الفريق لم يلعب كثيراً ولكن يظل لاعباً كبيراً ومن وجهة نظري هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني هو يظل شاباً رائعاً ولعباً جيداً فأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد الآن وخصوصاً اليوم مع المنتخب إذا استمر هذا الأداء بهذا الشكل الطيب فأعتقد أنه أعتقد أنه أعتقد أنه بمناصفة مع كودي جاكبو سيكونان أفضل اللاعبين في البطولة وأعتقد أنه سيستمر مع برشلونة وسيؤدي بشكل رائع بعد كأس العالم إذا تحل ببعض الثقة وإذا تحل بثقة النادي سيؤدي بشكل جيد مع برشلونة من الحصان الأسود في البطولة من وجهة نظرك؟ أعتقد إسبانيا 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 منتخب رائع أدى بشكل جيد ليس لديهم أي نجم كبير كما الحال في الأرجنتين أو البرازيل مع ميسي ونيمار وكذلك مع فرنسا مع إمباري وفرنسا بالطبع لديها الكثير من النجوم الكبار وإسبانيا ليس لديها الإسم اللامع كما هؤلاء المنتخبات أعتقد أعتقد أنهم سيحققون المفاجأة ويفوزون بكأس العالم أسألك بعيدا عن نسخة 22 أسألك على الكرة الهولندية بشكل عام سواء كنت بتكلم على أندية أو على منتخبات حقيقة أنا الكرة في هولندا على مدار سنين طويلة يعني فيها حسيت أنها مدرسة محترمة جدا يمكن تكون أقرب مدرسة أوروبية شبها بالمدرسة اللاتينية من حيث الكرة والأداء والمتعب وعلى مستوى الأداء والنجوم بفتكر أنا طبعا عارف يوهان كرايف أسطورة الكرة الهولندية بس أنا مشوفتوش أنا شوفت أسماء زي رود خاليت زي فان باستن زي فرانك رايكرد زي بيركام مارك أوفر مارس إدجر ديفيز سيدورف روبين فان بيرسي وغيرهم كتير جدا ممكن أعدلك أسماء كتير جدا ورغم الأسماء الكبيرة دي ومتعة وحلاوة الكرة الهولندية وفلسفتها وشخصيتها إلا أنه الأندية على مستوى الأندية في عجز فتحية الألقاب على مستوى الأوروبي وعلى مستوى المنتخبات في عجز أيضا فتحية الألقاب إيه المشكلة وإيه السر من وجهة نظرك نعم هذا سؤال جيد نعم هذا سؤال جيد أعتقد أننا كان لدينا مرتين أو ثلاثة كنا قريبين من إحراز بطولات كبيرة أعتقد أن أعتقد أن هولندا من أصغر البلاد في أوروبا وليست دولة كبيرة ولكن كان لدينا دوما كما ذكرت العديد من اللاعبين الرائعين ولكن لي أعتقد أن أن بقاء هؤلاء اللاعبين في هولندا هو أمر مهم لإحراز البطولات أعتقد أن لعبين إذا كان لدينا لعبين بجودة يوهان تروي في الدولة الهولندي وظنباستين فأعتقد أن سنعود العقلية التي فقدناها لإحراز البطولات وأعتقد أن لنكون في المستوى الأول في العالم إذا نظرت الآن لألمانيا هي من الأفضل المنتخبات في العالم بفضل هذا وأعتقد أعتقد أن مباراة 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 ألمانيا ضد إسبانيا في نهاية كأس العالم أثبتت ذلك بالفعل إذا نظرت إذا نظرت إلى أداء إسبانيا ضد ألمانيا أثبت لنا أن الدوري مهم جدا لإخراج منتخب قوي أعتقد أن هذا النوع من الكرة القدم النوع الهجومي والنوع الدفاعي يعتمد كثيرا على جودة الدوري العام وأعتقد أن هولندا تستطيع أن تفعل ذلك كما فعلت ألمانيا من قبل يعني أنا لو مشيت بالقاعدة بتاعتك دي إنجلترا مفوض تاخد نسخة كل كاس عالم لمدة عشر سنين جاية بس في جميع الأحوال أنا أتمنى لك التوفيق طبعا أنا بحب الحقيقة المدرسة الهولندية حب الكرة الممتعة دايما بتعودنا ونجوم أنا ما يعني منساش الحقيقة ارتبطت بكتير من الأسماء بس سؤالي الأخير لك إذا افترضنا أن هولندا قادرة توصل وتنفس على اللقب مثلا للمربع الزهبي شايف مين من الدور الأول منتخبات قدمت أولاية اعتمادها عشان توصل للمربع الزهبي مع هولندا اختار لي ثلاث منتخبات أعتقد أعتقد المنتخب الهولندي بالطبع والأرجنتين والبرازيل وربما إنجلترا ستنافس معهم أعتقد أنها بطولة قوية لهم أعتقد أن إسبانيا كذلك وأتمنى بلجيك أن تنافس ربما كانت بلجيك قريبة قبل ذلك ولكن يحتاجون المزيد من الحظ ليتأهلوا لقبل النهائي فبالنسبة لي الأربع منتخبات ثلاث ستأهل لقبل النهائي البرازيل أرجنتين وفرنسا وإسبانيا هؤلاء المرشحين الأقوى ليكون من بينهم بطل العالم 2022 مونسشتاين بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا مبروك تأهول الطحون الهولندية لدور الستاشر ونتمنى لكم الأفضل في مشواركم في البطولة شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة غريبة هولندا على فكرة أجيال وراء أجيال وأسماء وأساطير وأيقونات وانتخب عنده عناصر دفاعا وهجوما كواليتي يابستام وفانيس روي وكلايفرت وروبن يعني بص حد النجوم زيما قدر نص ملعب إدجر دايبز وسيدورف وما مافيش يعني لأن دية قادرة تحقق ولا منتخبات قادرة تحقق ما تفهم لهمش على رغمها بيحترم كوريتهم جدا دايما المنتخب الأندي بيقدم دايما كورة ممتعة لكن على مستوى الأرقاب مافيش لغز كبير جدا يا أحمد يمكن في 2010 كنت مدائي جدا إنها خسرت النهائي ووالدي قال لي ما تدائيش السبب لأنه أنا عصرت يعني أجيال وهو أجيال أجيال كانت أقوى بكتير ومخدتش البطولة سنتين وربعة نسقتين وربعة ما تلاقي نسخة من دي قريب قوي لكن دي سنة أسبانيا كانت بقى كورة أسبانيا والتيكي تاكا قال لي فدي سنة أسبانيا ففعلا خدت ده قعدة فبالتالي ممكن زي ما هو الراجل كان بيقول عكس سير اللي بيحصل نحن شايفين المنتخب ده عادي جدا إنه ما فيش الأسماء الكبيرة يمكن هجوم يعني بتصنع جاكبو طبعا في منفس دي باي خلاص لعيبة بتسلم ما فيش الجيل بتاع فان بيرسي وروبين سلم الرايا مش الجيل بنفس القوة بتاعته بتصنع يمكن نجم واحد في الدفاع زي فيرجل فاندايك والناس دي على استحياء دون فريس لعب انتر وحاجات من دي بلند برضو متمرس شوية بس كبير في السير ما فيش الأجيال دي بلند ده كبير قوي بلند ده كبير قوي ده كبير جدا بلعب من زمن جاية ببوء عادي عددتك عكس آه بممكن تبع عكس السير زي ما كان بيقول الراجل تبع عكس السير انه المرة اللي احنا مش متوقعين فيها يمشوا واحدة واحدة وزي ما كان نادر بيقول ان المنتخبات بتمشي تصعودي ممكن بايه يوصل بعيد طب بره السياق يعني بره بره الحسابات يعني ما تيجي تحسابها هتقول لحد مثلا مين ياخد كاس العالم يقولك مش هتطلع من ألمانيا فرنسا أسبانيا أرجنتين برازيل لو حاجة مفاجئة بره السندوق خالص يا نادر مين ممكن ياخد كاس العالم البطولة دي بشكل عام غريبة من بدايتها المستوات متقربة جدا يا أحمد رغم ان المستوى الفني في المباريات ما بيبقاش أفضل حاجة بس مستوات متقربة جدا فده يخليك والمفاجئات وردة جدا والمفاجئات وردة مش منتخب واحد بس في منتخب حسيت انه جاي من بعيد يعني منتخب ده جماعة جامت جدا ومحدش واخد باله منه يقدر يعمل مفاجئة أنا حسيت ده شوية شوية مع منتخب هولندا مش مسألة إقناع بس هي فكرة ان بيعرف يكسب منتخب هولندا بيعرف يكسب مش أكتر من كده مش عشان احنا بنجامل الراجل الكلام اللي قاله بالإضافة لكده ومش تحيوزا والله خالص المتخب السعودي بالنسبة لي على مدار دور المجموعات بشكل عام طبعا مش يكسب كاس العام لا مش يكسب كاس العام طبعا يعني انتعارف هيحصل إيه لو سعادات اتمنى طبعا نتمنى اتمنى السعادات بس يواصل المتخبات اللي في الدور الأول بشكل عام عجبتني جدا على مستوى اللي بالنسبة لي هو أفضل أداء بشكل عام أنا شايفها والله من أول مع دلتش تفعمل أكبر استحقاق في 2018 وتوصل لتبقى الوصيف وتستقبل هذا الاستقبال الاستقبال الأبطال في البلد الجيل كبر برضو الجيل كبر جد بس عشان بس برضو في في تجديد دماء في دمج في تجديد دماء وفي دمج في زبط زي ما ندري بيقول يعني في الخبرات مودرتش كان بيعزف لوحدة قصاد قلب والنتيجة على كندا لكن في نفس الوقت في عناصر يعني في علاقة يعني كريمارتش مثلا ظهر بصورة قوية جدا فبالتالي الدمج ده مهم عندوه مدرب وصل أبعد ما كان قبل كده في حتة التمرس موجودة فأعتقد كرواتيا ممكن تبقى مفاجأة وتروح باية منتخب الـ كلهم زي منتخب كوريا اسمو منتخب كيم 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 أنا كنت بأتكلم كيم 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 أو الله كنت بأتكلم لما المدرب كان فيه أصلا كان فيه ترول بيتكلم على موضوع كيم ده كان بيقول لك المدرب ندح على كيم فالأربع المدافعين نقول له تلعي في الآخر كان يوصل حرس المرض مش انت أنا بقول لك منتخب الـ من غير قصدي ولو عايزة أقول أن فرق الـ في وسط الملعب أعلى بكتير قوي أن فيه كوباسيتش ومودريتش وبروزوفيتش فالمحاور فيدل باصيسلي كان عايزة ولو مش قصدي والله يا أمنا دي أسميهم طيب نروح نكامل المجموعات ونشوف المجموعة الرابعة مش إحنا حلصنا التالتة صح؟ مضبوط المجموعة الرابعة هيكون معنا فيها نفتح ورقنا ونشوف الرابعة معنا فيها فرنسا حامل اللقب مع أستراليا مع الدنمارك مع تونس الأسف الشديد يعني طبعا أنا عارف أنه مش منتظر من الأشقاء في تونس يعني في مجموعة زي دي أن هم يعني هتبقى مفاجأي بينا لو تأهلوا لكن الحقيقة مقدموش برضو الكرة التونسية بالشكل المنتظر مش عارف تتفقوا معي أنا كنت بشوف يا حمد أنه جلال القدري مداري بالسطة الحديث بس خلينا نستعلم بالترتيب وهنسمع رأيكم فرنسا في الصدارة ست نقاط على ما كاملة طبعا كيليا نمبابي في صدارة المشهد معنا لقطتين النهاردة على الحضور الجماهيري كمان يهمانا خدهم وعلى أهم النجوم هجوميا في البطولة الغاية دلوقتي عندنا أستراليا في المركز التاني وبرضو أستراليا الحقيقة عاملة مفاجأة على حساب الدنمارك تلت نقاط وفي المركز التالت والرابع الدنمارك وتونس فاضل إياس كنتم تقول على تونس مدرب الصدفة الحلوة جلال القدري يمكن نفتكر أنا وإنت ونادر لما كان في بطولة كاس الأمم وحصل الظرف القهري ده أن منذر كبير جاله كورونا في مطش نجيريا خش يا قدري خش يا قدري كسب نجيريا شرع التونسي كله تفاعل به وقال لك إحنا عايزين الراجل يبقى مدرب المباراة اللي بعدها هرجع منذر كبير لعبوا بركينة فاس وقدموا هدام سائق جدا ودغلب منذر كبير اتحاد تونسي سيمة على نبض الشرع التونسي وقال لك ده هيبقى الرجل الأول في القيادة الفنية المدرب جلال القدري دفلكشن خبطت ودخلت كان فيها دفلكشن واشنالي ما بيجلنش المنتخبات اللي يوم نجيبش جون جدا انا احنا راضيين جدا نسعد بجون لا طبعا المنتخب التونسي يعني بلدنا التاني وفرحنا للأهل جلال القدري بعتقد زي ما أشدت به في المباراة الأولى ياحمد عمل مباراة ممتازة تنفيذ 3-4-2-1 بشكل ممتاز لعب حفظ لعيبة counter attack فهمنا انه في المباراة الأولى أمام الدنمارك اخترى عناصر معاناة زي عصام شبالي وزي أنيس سليمان لانه الاثنين بيلعبوا في الدور الدنماركي واحد بيلعب في بروندي واحد بيلعب في ودنسي واحد بيلعبه ثلاث سنين واربع سنين فعندهم احتكاج بالمدرسة الدنماركية فده كان واضح جدا لكن على بقى رغم من الإشادة دي الحقيقة أحبطني جدا في بوراستراليا في تحفز أكتر من اللازم احترم أستراليا جدا 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 يا سيد أحمد أكتر من اللازم ده الدوافع عند أستراليا أكبر منه ده شغل أربعة من فرنسا بالتالي هتلعب جيم لازم تكت يعني كانتكتيكيا يلعب سوء مختلف تماما على الطريق اللي هو وتصميم على نفس كل اللي لابطش ينفع فيه عناصر معينة انت فهمنا لينزلت بالاتنين دون انت مقعد هداف الفريق بره وهاب الخزري مش عشان والله العيبة دي نعرفها يعني مش عشان نعرف سيفك زير عشان نعرف علي معلول لكن الحقيقة انت مفتاح اللعب الندي الأهلي بقاله ست سنين هو هو علي معلول مفيش باتش مال يا أسر داخل القارة كلها أفضل من علي معلول أنا دراجر فهمت او علي العبدي أنا فهم ان انت عايز تلعب به بشكل معين بيوظف طب أنا دخل فيها جون ومحتاج مفتاح لعب يشتغل لازم كان لازم ينزل تصميم على عصام الاشبالي رغم انه مش حاسم خالص بالضبط فأعتقد انه تونس اضعت بأيديها فرصة يعني تعادل مع دلمارك ادى أمل كبير اولينا كعرب انه تونس جاية بأعتقد مباراة فرنسا مباراة للزهور الجيد اتمنى صورة يعني مشرفة كده ينهو بيها يزيبوا ذكرى طيبة امان فرنسا على الأقل التعادل بالنسبالي انجاز كبير جدا لتونس لما تتعدل فرنسا طبيعة الحال متأهلة اول وفرنسا الكلام كله كان قال لك عقدة البطل فرنسا تأهلت خلاص اه ما بولك متأهلة اول وكل الناس عقدة البطل والبطل اللي بيخرج من المقارب فرنسا في كلام ده لا 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 الناس كلها وصول بردة برضو يعني ما تنكتش وصول بردة كتير منتخب فرنسا اه يعني يعني طول عمره منتخب من 98 فرنسا بقت على الخريطة بالزبط من جيل زيدان وخرجوا السنة اللي بعدها 2002 من دور مجموعات وخسروا السنغال اول ماتش بابا بابا ديوب بس الفكرة كلها ان العقدة ما جيتش معاه لا احنا فيش بقى عقدة ومن غير بنزيمة ومن غير بوجبة ومن غير كانتي ومن غير بارون سبع ضربات للعيبة اساسية ومع ذلك الفريق في الملعب شكل مختلف منتخب فرنسا زي منتخب البرازيل مديره الفني عندوش اصابات غيابات استبعاد هو عنده بزبط محتاجين نجري بسرعة عشان نلحق نغطي التمانية طيب فرنسا ومعها استراليا ولا الدنمارك اعتقد الدنمارك اعتقد الدنمارك طيب نروح لمجموعة الخامسة مجموعة الخامسة فيها اسبانيا اليابان كورستاليكا والمانيا وترتيب برضو من المفاجآت يا جماعة مش ممكن يعني ترتيب ده محدش ده لو سألت العشرة مفيش حد في العشرة يقولك المانيا في مركز رابع يعني ممكن يحطها تالت ممكن يحطها تانية لكن يحطها المانيا في مركز رابع بنقطة ده حاجة محدش كان يتخيلها قبل البطولة واسبانيا بس طبعا فرصها مازالت قائمة وقوية يرغم انها تتزال مجموعة وعندها نقطة لكن عندها فرصة قوية جدا مش بعيد تتأهل اول ممكن تتأهل اول صحيح عندنا اسبانيا في الصدارة اربع نقاط اليابان في المركز التاني وعند الفوز على المانيا تلت نقاط كورستاريكا الصحوة بعد ما شالت سابعة من اسبانيا رجعت ودخلت بثلاث نقاط وتقدمت على المانيا وتركتها في المركز الأخير بنقطة واحدة مين من المجموعة عاسر؟ للأسف التوقع غير التمني التوقع ان المانيا هتكسب اخر مباراة لان هنزف ليك محتاج غسيل صمعة كبير جدا بعد فترة المكسب يوصل المكسب يوصل مباراة يعني اسهل نسبية اه يعني التوقع ان المانيا اتمنى ان المانيا تطلعش مركز تاني عشان السعودية متواجهش حد اللي ان شاء الله لو صعدت اول او تاني متواجهش منافس صعب بس انت في جميع الاحوال ما لو طلعت ما طلعتش تاني هتقابل اسبانيا اما انت تطلع اول شدي حلالة لازم تكسب المكسيك واتقابل منتخب زي اليابان او كوستاريكا اين كان الهامي المفاجأة فيه واليابان كسبوها كسبوا اليابان في التصفيات أسف وعارفينها عارفينها يعني لعبوا مع بعض المرتين في التصفيات لاتكسبوا مرة السعودية تصدرت لا نرجع تاني معلشها الجدول ده لانا يبدو ان في حاجة كفايتاني انا عندي اسبانيا في المركز الأول وهتلعب مع اليابان وعندي كوستاريكا في المركز التانية تلعب مع المانيا مكسب اسبانيا ومكسب المانيا طلع ألمانيا وأسبانيا طلع ألمانيا وأسبانيا التوقع ان دالي هيحصل وهنسفليك هيحاول يعني ما يطلعش مدور الأول ويكررش نسخة 2018 السعيدة لكن أنا كنت مش عايز ألمانيا تقطع عشان بس في دماغي السعودية أه، تبقى على ألمانيا تقطع، بس عايز كستاريكا تعمل إيه؟ تتعادل؟ كستاريكا محتاجة تكسب بتهالي تاني كمان، 6 نقط، لازم كستاريكا تكسب توصل، أه، عندها دوافع، بس هل العودة أمام المنتخب الياباني يعني تقول إنه كستاريكا تقدر تعمل حاجة قدام ألمانيا؟ وبرضو الباك اليمين، الكرة جات له كده، فوليبول من، آه، يعني غلطة من دفاع اليابان، باك اليمين حطها بشماله وجندة حارس، آه، في جندة الأهم تصديات، بالضبط عمل أعلى تصديات زي ما نادر بيقول، فإنها تحصل تانيش متأكديني نروح للمجموعة أف، عندنا الكرواتيا، المغرب، بلجيكا، كندا، مجموعة الحقيقة فيها أربع فرق، كلهم محترمي بلا فيهم كندا، صفر من النقاط وخسرة ماتشين، بس منتخب محترم بصراحة، فجاني أنا شخصيا إنه قبل البطولة دي ما كنتش عرف إنه كندا عندها كورة بصراحة يعني كل اللي عرفوا عن كندا ألفونسو ديبيز، غير كده ما عرفش أي حد تاني جوهرد من ده كمان عنده أحصائية مش عنده حد خالص، سيد زحمد، إنه المدارب الوحيد اللي شارك في كاس العالم مع فريق السيدات ومع فريق الرجال، مع نيوزيلاندا مرتين ومع كندا كان أصلا مدارب السيدات وخدوه، جربوا بمشروع مدارب الرجال كرواتيا في الصدارة أربع نقاط، المغرب أربع نقاط، بلجيكا تلت نقاط، وكندا صفر من النقاط والمواجهة اللي جاية هتبقى المغرب في مواجهة كندا، وبلجيكا في مواجهة كرواتيا أنا أوسك في المنتخب المغربي إن شاء الله أنه هو يعني مواجهة دمجش بارد بس يعني عارف ده دش بارد بقى، نبقى ماشين زي الفل وعملين ملاش بقى يعني ملاش تعشمونا وفي الآخر يحصل اللي احنا متعودين منه على المنتخبات العربية مغرب أول ولا ثاني؟ أعتقد مغرب أول إن شاء الله لأن نفوز المنتخب المغرب يبقوا 7 نقاط، يتأهلوا أول، مبارات كرواتيا كرواتيا ما هدف زيادة بس، بس يعني لو إن شاء الله هدفين ده تفرج مبارات كرواتيا وبلجيكا من ضمن المباريات اللي أنا يعني ممكن ورايا إيه هتفرغ مفيش، يعني زي ما أنت كنت بترشح دلوقتي يا أحمد للناس مبارات أمريكا وإيران أنا برشح مبارات كرواتيا وبلجيكا مباراها تكون الكسبان هيتأهل والفكرة بقى هنا كمان مع اللي بيحصل في معسكر المنتخب البلجيكي خلال آخر 24 ساعة والمناوشات اللي حصلت مبين اللعيبة والخناقات والوقاكو تدخل في التصريحات بين كورتواء وبين دي بروينا والمشاكل السبقة اللي في كورتواء ودي بروينا أصلا دي لوحدها خصة ثانية أروفيرتو مارتينيز بشكل عام مش من المدربين اللي بتقدر تتحكم في قط اللبس من وقت لما كان في إيفيرتون ومن قبلها لما كان معوي جمد كان فيه تقرير في الديلي ميل عامل عاملين إحصائية لي بسبب القصة دي في بداية البطولة في 2018 الفرقة دي كتكسب كسر عائلة دي حقيقة حوكم جايب التصريح ده لما ميسيك قال أنا معتقد العناصر دي تقدر تاخد كسر عائلة دي حقيقة معي وبصراحة ظالمهم اختلا جول أمتيتي كمان ده قتلهم يعني هم كان ممكن يوصلوا في فرنسا حتى في مباراة فرنسا في سنة فرنسا كانوا أفضل من فرنسا الحقيقة لولا جول أمتيتي ده تقريبا لعنت المنتخب البلجيكي ومتيتي من وقتها ملعبش كورة تعريبا يعني هو أصلا ملعبش في حد تراهن على مغرب أول أعتقد مغرب أول كرواتيا تاني مغرب أول إن شاء الله بس فرق الهدف بيزني لنسجل أكتر من جول مغرب أول مغرب وكرواتيا مغرب وكرواتيا بلجيك هتودع باي باي دي بروين تاخد كندا في بيها جاتب أكبر مفاجآت البطولة الحقيقة نروح للمجموعة السبعة نهاية مأساوية للجيل ده فرح أغلبه ما فيش أغلبه ما فيش المجموعة السبعة معانا فيها البرازيل مرشحي المفضل الحقيقة وإن كان غياب نمار أثر بشكل عنيف على الفريق وعانا قدام سويسرا لكن برازيل مازالت في الصدارة ست نقاط ضمنت التأهل معاها سويسرا مركز ثاني كاميرون مركز ثالث وسربيا وسربيا الحقيقة منتخب محترم جدا أنا فجيتني نتائجه لكن في المركز برضو الرابع لكن إن كانت ثلاثة التانيين سويسرا والكاميرون وسربيا عندهم فرص التأهل بس المواجهة اللي جاء لكاميرون هتكون في مواجهة البرازيل وسويسرا في مواجهة سربيا أنا لما اتحطت المجموعة في الأول خالص قلت إن المجموعة دي البرازيل صعدة أول والبطاقة البطاقة الثانية متأسمة على الثلاثة فرص متساوي سربيا أنا منحس شوال إن هي الكابتان مرشح الحصان الأسود لكن طبعا بعد غلطات أنت تاني واحد تاني واحد معي في السادسة الرشح سربيا فرق قوي جدا خالد عامر هو كان الأول يعني رهنه على سر بضم صوت خالد لأنه بس الغلطات بتاعت ماتش الكاميرون كانت من دي جانستاكو فيتش رهيبة هنا منتخب فيتش هنا منتخب فيتش هنا منتخب فيتش عمل غطاء كارسية في مباراة الكاميرون كسبان ثلاثة وبيضغط عالي فالضرب بكورتين سهلين جدا 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 طبعا يعني دي حاجة بساطتني عشان شريان الأفريقي والكاميرون تعدد لكن آخر مباراة هي اللي تحدد هل فعلا مرهوني على إنه يبقى الحصان الأسد ولا هي مباراة التأهل هل برازيل تاخد سربيا معاها ولا يطلع منتخب تاني سويسرا سويسرا يعني كله بيقول طبعا سويسرا طبعا أفضل من الحاجة حسبت الكاميرون محتاجة فوز كبيرة على البرازيل وتعادل بين لا هي مباراة سويسرا وسربيا بشكل كبير يا أحمد أتحدد الفئس فيها يتحقق التأهل مع منتخب لكن لو سربيا كسبت لو سربيا كسبت سويسرا تسعد مع برازيل حتى لو الكاميرون كسبت برازيل حتى لو الكاميرون كسبت برازيل لإن السيربيا معها نقطة ahu بس الأهداف هيكون هنا سيعادل طبعا أنا بقول بقى أين لو الكاميرون جtem explor مع البرازيل وكسبت مها مش تكسب البرازيل بسركور بقى يا مش هتكسب أساسا أكيد أكيد الفرح الأهداف هو القذي نقول يعني الكابيرون كسبة خمسة مثلا، فاهم؟ جي بقى أهم من السعودين اللي تاخد كسل عادي قلد ما عنده هيحصل، يعمل وش هيحصل طبعا دل واحد المجموع الأخير، دل واحد المجموع الأخير منتخب سربيا أحمر معنش كنت عايزه ضيف بس حاجة هو فرق معاه في بداية البطولة بصراحة الإصابات اللي كانت عنده، اتنين من أهم اللعيبة اللي عنده زي كوستيش وزي فلاهوفيتش، كانوا مصابين قبل مباراة البرازيل كوستيش ملعبش أصلا، وفلاهوفيتش كان مصابين مع يوبيندوس قبل البطولة ما كانت تبدأ وحتى هو دفع به في الشهود التاني لما لقى أن ما فيش حال فده قدلا أن بصراحة إثنين من أهم اللعيبة مع ميتروفيتش هجومه قوي، اه، مع أصلا هجومه قوي، بس أسره عليه مع ميتروفيتش كان على فكرة أنه بانزي ما يرجع مرة تانية منتخب فرنسا، دي دي شون قالك لا، عمل فيتو بره الموضوع، بره الموضوع حسامها، هاي، نروح لآخر المجموعات ونشوف دي مجموعة غانا بقى اللي انتفضت الحقيقة أمام كوريا الجنوبية بورتغال في الصدارة برسيد ست نقاط على مكاملة، وصلت غانا في المركز الثاني تلات نقاط من فوز وحيد على كوريا الجنوبية ثم كوريا ورجوية، رجوية الحقيقة يمكن معبرتش عن نفسها المنتخب كان مرشح للتأهل مع بورتغال بقوة، لكنه في المركز الرابع والأخير برسيد نقطة واحدة حسبياً، بورتغال وست، والثلاث منتخبات الثانيين، غانا تاني، غانا تاني، غانا تاني، غانا تاني أنا عارف إنه وقتك ده كان فيه كام لقطة يعني الزكاء محمد قدوس في التماركز ممتاز يعني قطو أدو أعضار مباراة ممتازة جداً جداً جداً، رغم إنه من أقل المدربين أجراً في كاس العالم حسناً واحد زي فليك سانشيز الثامن في الترتيب بياخد حوالي 2.5 مليون يورو، وعمل المستوى الرديق ده مع منتخبنا العربي القطري قطو أدو بأرقام قليلة جداً، قال لي يمكن من 300 ألف يورو، عمل الأداء الممتاز ده مع غانا، استخدام لمحمد قدوس اللي هتبقى أخناء تعتقد الخناء الجاية على الموهبة الصعب الأحمد قدوس بنهندية البرامر ليج وبنهندية كمان يمكن برشونا وريال ممكن تنهاجي يقولك في العيب في آيكس، نسيت أخده بس يضمه، ده اللي فاضل مشروع بتاعف آيكس، فبالتالي قطو أعلي ماشي كويس جداً آيكس مدرسة في اختيار المواهن، آيكس وبروسيا دورتموند، آيكس بنفيكا دورتمون بورتو، حقيقا يمكن آيكس طول عمرهم يعني يعني مصدرين لأهم من عندها العربية أهم الأسماء ويمشي من عندهم جيل فتقول فرقة تقع تلاقي مطلعين فرقة بعد كده ولا أروع ولا أجمد أعلم أقل معدل أعدل معدل أعمار السنية رغم أن الناس حسن بلاكستارز مش الجيل الأقوى في النجوم عشان أخوين آيو كده لكن في نجوم الحقيقة زي سليسو وزي طبعا قدوس فبالتالي قطو أدو دانا أمل أن غانا تروح في البرتولة الارب برتغال وغانا إن شاء الله على كلام آسر اللي قلتولك يا أحمد الإسباعي اللي فاتح المنتخب غانا يكون حسن الأسود في البتولة دي أنا براهن عليهم بعد السياسة اللي بتتبعوها مؤخرا وتجنيس اللاعبين اللي عندهم جنسيات غنية أبرزهم طريق لمبتي إيناكي ويليامز مهاجم المنتخب ومهاجم أتليديك بالباو للعب أكتر من 200 ماتش ما تصابش ولا ماتش يا أنا الله أكبر وما غابش عن أي مباراة مع أتليديك بالباو فارق جدا معاهم طبعا الأخوين آيو مغراءات أوروبا زي ما نادر بيقول عشان يلعبوا المنتخب لموطنهم الأصلي بالمهمة أو اللي بيقولها فدي مهمة جدا وأنا براهن عليهم الصراحة يكونوا من حصان الأسود والمباراة بقى اللي فعلا بعيدا عن بلجيكا وبعيدا عن أمريكا هيا مباراة أورو جوي وغانا دي السقر بقى من يات سوارس سريعا جدا في 30 ثانية كل واحد فيكم في الأول كانت انطباعات وارتباط بأسماء وشكل سكواد فاترشح المنتخب لكن بعد ما قربنا من هاي الدور المجموعات هل في منتخب أعلن عن نفسه وكشر عن يابو قال أنا البطل لنسخة بتاعت 22 أسر؟ فيه التلاتة الأكثر إقناعا برازيل وفرنسا على استحياء أسباني برازيل فرنسا على استحياء أسباني يعني نفس الكلام برضو بطفق مع أسر بس بحط فرنسا في المركز الأول هو المنتخب الأكثر إقناعا يعني من كل المنتخبات الكبيرة في البطول بس أعطاك يعني بدها تبقى غريب أنهم ياخدوا كاس عالم وراء بعض دي أنا جيلي ما حضرهاش الحقيقة هم ستزم بياخدوا كاس عالم كل 20 سنة أنا جيلي ما حضرهاش نحن نروح كاس عالم كل 30 سنة يعني نشفى الإنجليز نورت الدنيا باشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا وستدعنا بكم وما زال المنزل مستمر وما زالت متعة كورة القدم مستمرة معنا كل يوم مع حضراتكم في السادسة بنتابع إيه الجديد وكل التفاصيل هتكون موجودة معنا بكرة حاجات كثيرة حقيقة ملفات مرتبطة بالحضور الجماهيري النجوم الأبرز والأهم والأكثر تقلقهم في النسخة الحالية هتكون موجودة معنا في حلقة بكرة بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة ونتقبل بكرة إن شاء الله على كل خير